هناك منطق موجود في مجتمعنا يمكن المتحضر وحتى في بعض المجتمعات العربية الشرقية المسلمة يقول والله خلينا نجرب احتمال ما نتوافق جنسيا أكو هذا الرأي موجود عندهم خلينا نجرب بين الخطيب وخطيب تحت احتمال ما نتوافق بالفعل هاي والحقيقة بين العلاقات العابرة يعني أشوف نوعية الاستمرارية مالتها هذه تختلف على مزاج الرجل وثقافته هل هي ضمن النوع اللي آني مرشح حبالي حتى لو هي مرشحة من قبل آني أو من قبل الآخرين وهذه تدخل في ثقافات كثير من الأشخاص في بعض الأشخاص يحب الأمرأة الناعمة الأمرأة الدللة الأمرأة اللي متى تقلب اسمه فهذه من بابل تجربة متى تبدأ خلينا نقول الفترة اللي ممكن تبدأ بين الخطيبين هذا النوع من الانجذاب الجنسي نحو يعني الواحد نحو الآخر واللي كن بها صار خطر أنه خلص ما يصير نطول فترة الخطوبة أو حتى فترة العقد في البدء أنا أشكر قناتكم وأشكر هالموضوع اللي صراحة بيتوسع ثقافية وهواي مبهمات يفترض نحن كمختصين نكون منار للتوعية بهذه المواضيع نحن نتوقع أن الرجل والأنثى نفس الحالة أنهما تجيهم هذه الرغبة بس لا هي فيها تقاطع تبدأ عند الأنثى بأنه إعجاب وإنجذاب وتعارف ومشاركة اجتماعية يعني يكون أكون نوع من التواصل بعدها تكون أدها رغبة أنه حاجاتها يلبيها هذا الشخص سواء كان خطيب أو أي شخص كان يعني يمتلك هذا القرب بينما الرجل هو يفكر بالإنجذاب الجنسي قبل كل هذه الأمور فلهذا هو يكون المبادر بهذه العملية وهذه تكون فترتها مؤقتة واستمراريتها مؤقتة لهذا تؤثر على نوعية العلاقة بيناتهم ويفكر أنه ينسحب ويتخلى عن هذا الموقف اليوري هو الشباب يعني أصلا يمكن من أولوياتهم بالزواج هو الجنس ربما تكون لذلك هذا الاختلاف والمرأة يمكن بتركيبتها بتكوينها هي ترغب بتكوين أسرة وعائلة وأطفال يعني هذا الاختلاف يعني يكون الرجل هو الدافع دائما المرأة تمر في مراحل إلى أن تصل إلى الحاجة الجنسية الرجل هو يبدي بالحاجة الجنسية يبدي عند الانجذاب الجنسي رقم واحد لهذا تحس أن العلاقة القائمة على الحفية كثير من التنازلات بينما العلاقة القائمة على الجنس تفقد الاستمرار إذن علاقة تأمن أنه يخلي حدود لهذا الموضوع المرأة أم الرجل في هذه العلاقة اللي هي الحقيقة يجب أن تكون الطرفين حذرين بها في هذه الفترة هناك فرق هل أن الجنس يقود إلى الحب أو هناك علاقة بين الجنس والحب وهل هو يفرق بين الحب والرغبة الجنسية إذا كانت الرغبة رقم واحد فلا هذا الأمر متهالك من تهلك ترجمة نانسي قنقر